لو شفت مساحة الايفون اتملت وشفت المنظر ده اول حاجة تأكد تمام اللي انت عندك صور في فيديوهات ملاش اي لازمة اقعد على الصور والفيديوهات دي وفضي منها كل اللي تقدر عليه بعد كده هتلاقي فيه اختيار الفيديوهات ادخل عليه هتلاقي في كل الفيديوهات اللي عندك وكل المساحة بتاعتهم على الجنب اختار المساحة الكبيرة وامساحة ثاني حاجة ادخل على الاعدادات بعد كده انزل تحت ادخل على السفاري ومن سفاري انزل تحت في النهاية هتلاقي اختيار مسح السجل وبيانات الموقع ولكن انتبه ده هيمسح لك كل حاجة موجودة على سفاري بعد كده انزل تحت في النهاية هتدخل على advanced ومنها website data هتلاقي عندك هنا كتير جدا من البيانات امسح كل البيانات اللي موجودة الخطوة اللي بعد كده في الاعدادات انزل تحتها على app store بعد كده انزل تحتها هتلاقي فيه اختيار اسمه offload unused apps وهنا مكتوب لك انه هو بيمسح التطبيقات اللي انت بدخلتش عليها بقالك فترة ولكن بيحتفظ بكل البيانات والdata بتاعتك وبمجرد انك تضغط على التطبيق هتلاقي كل بيانات اللي التطبيق نزلت مرة تانية وعلمة التطبيق اللي انت ما استخدمتهش بتكون بالشكل ده بعد كده عايزك تدخل على كل التطبيقات اللي عندك وتدخل فيه setting او الاعدادات بتاعتها وده مثال twitter هتندخل على الاعدادات بعد كده تسهيلات الاستخدام هتلاقي اختيار اسمه البيانات المستخدمة هتنزل تحت هتلاقي فيه كلمة اسمها storage او التخزين تحتها عندك ممكن لها بالميجا ممكن لها بالجيجا هتضغط عليها وهتمسح كل البيانات الموجودة وتخليها zero بالشكل ده وده مثال التيك توك هننزل تحت في النهاية هتلاقي مكتوب free up space نضغط عليها وهنعمل clear لكل الداتا الموجودة وهتكون بالzero ميجا بايت زي ما انت شايف وده مثال تالت الكاب كات هندخل على الاعدادات بعد كده هتنزل تحت هتلاقي حاجة اسمها clear cache اضغط عليها برضه وعمل clear وفين اي هتلاقي نفسك فضيت مساحة كبيرة جدا عندك متنساش اللايك وتسبسكرايب وشغال الجرس اللي جاي كتير سلامة